وقع دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ودكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ودكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون ثلاثين بين الوزارات الثلاث وبمقتدل بروتوكول توفر الأوقاف مبلغ مئتي مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال السندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وذلك إيمانا من الأوقاف بأهمية التعليم كهدف قومي ووطني نتابع التعليم والتنمية وجهان لعملة واحدة محورهما الإنسان وغايتهما بناء الفرد وتنمية قدراته وطاقاته لتحقيق تنمية مستدامة هكذا ولطالما أكد السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بما سبق لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع أحدث تكنولوجيات العصر خلال الفترة القادمة ناخد بأسباب العلم والتخطيط والتنظيم والتنفيذ الجيد عشان فعلا نعمل إصلاح حقيقي للتعليم في مصر ومن أجل ما سبق يأتي توفير 200 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية من خلال توقيع برتكول تعاون مشترك مع وزارتي التربية والتعليم والتخطيط والتنمية الاقتصادية إيمانا منا بأهمية التعليم كان هذه الدفعة موجهة لبناء المدارس سواء في المناطق الحدودية أو المناطق الأولى بالرعاية بحيث توفى وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه لصالح وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الخيري لدعم التعليم ويمكن هذا بأكد رسالة للمجتمع المدني على أهمية دعم التعليم التطوير المستمر لنظام التعليم في الدولة يمثل هدفا وطنيا أساسيا فإعداد أجيال قادرة على الابتكار هدف سام يقع على عاطق المؤسسات المنطة به تأكيدات وزيري التربية والتعليم والتخطيط خلال توقيع البرتكول السندوق الوقف الخيري اللي اتعمل وضم جواه ناس ممثلين من القطاع الخاص المجتمع المدني عشان نقول أن الدولة كلها حط قدية في قدين بعض في هذا عشان نعلم أولادنا ونظل عجيل نفخر بيه كلنا أولوياتنا اتفقنا عليها أنها تروح للمناطق الأكثر احتياجا تأجيل كثافة الفصول تدريب المدرسين المدارس الفنية لأن هناك حاجة شديدة إلى مدارس فنية متميزة تقدر أنها النهاردة تلبي احتياجات سوء العمل اللي هي بقت متسارعة ومتطورة أكثر من التعليم التقليدي معظم أدبيات التنمية تجمع أن التعليم هو قلب التنمية وأن تقدمه يعتمد على نجاح النظام التعليمي فالتعليم هو مفتاح التقدم وسر النهضة ومصدر القوة في المجتمعات من وزارة الأوقاف ولد هيكل التلفزيون المصرية